موسيقى اللي منفوت على جسمنا كرميل يكون عنا مناح بهالموضوع نكون بالانرتي مضبوط دايما الطاقة والنشاط مهم كتير خاصة انه الشخص اللي بيكون يمكن عنده نهار طويل ان كان بالشغل او حتى بالبيت بحاجة انه ينظم اكله كرميل تا يقدر يضل عنده هالنشاط السابت خلينا نقول وكتير من الاوقات الشخص هاللي يمكن حكي انت عن الموضوع اسبوع الماضي اللي ما بيتروأ هو هن من الاشخاص يمكن اللي ما بيجوعه لحد ديت اول وجبة بيتناولوها ولكن نشاطهم كتير بخف بس يبلشوا ياكلوا مشان هيك ضروري انه نقدر ننظم اكلنا خلال النهار بطريقة انه نقدر يتضل الطاقة عندنا سابتة هلأ مضبوط اوقات كتير بنفكر انه عندنا يمكن نقص ببعض العناصر الغذائية بس هو بالنهاية هي كلها الى علاقة بكيف نحنا عم ناكل وكيف عم ننظم اكلنا خلينا نبلش اول شي امين نحكي عن الترويئة دايما بحكي عنا هذه الوجبة الاساسية بنهارنا اللي هي بالنهاية بتعطي تون لنهار بتعطينا مثل بتقلنا اذا نهارنا رح يكون نشيط ولا لا لانه الترويئة هي اللي بتعطي كل الانرجية اللي نحنا بحاجة الى اول ساعات النهار واللي دايما ما لازم نقفيه هلأ بعرف كتير اشخاص يمكن ما عندهم وقت يحضروا او ما بيحبوا يتروقوا دونك البديل لهالترويئة هاي هو وجبة خفيفة وقت اللي نحكي عن السناك امين ما عم بحكي عن انا تلقمش يعني غراض موجودة عنا بالمكتب حدنا كل نهار من ضلنا عم نتناولا السناك هو وجبة خفيفة منا وجبة اساسية يعني ما لازم تكون كتير تقيلة لانه وقت اللي منكون عم ناخد كمية اطعمة زيادة عن الزوم كمينا هيدا رح يخفف من الطاقة اللي عنايها دونك السناك هو الوجبة الخفيفة اللي بتدعم الجسم كرميلتا يوصل للوجبة الاساسية ويقدر ما يكون كتير جوعان تا يقدر يضلي سيطر على الكمية اللي عم بيخدها وتضل طاقته بشكل ممتاز هلا مهم كتير نحنا نحاول نقص منهارنا تقريبا خلينا نقول ما نخلي حالنا اكتر من ثلاث ساعات بلا اكل مشان هيك هون اهمية الترويقة لانه منعرف كتير منيح انه وقت اللي نكون خلال عدة ساعات ما اكلنا نحنا بحاجة للطاقة اللي بتعطينا ياها الترويقة ومتل ما كتا عم بقول اذا ما قدرنا نتروأ الوجبة الخفيفة اللي قبل الظهر بتكون خاصة اذا كان غدينا كتير مأخر رح يكون السناك الخفيف بتساعد انه تعطي طاقة لكل شخص بحاجة انه يضل بنشاط ثابت ليش نحنا بصير في عنا هيك هبوط بالطاقة هي كله اللي علاءة به هبوط بمعدلات السكري بالدم يعني نحنا اذا استنفذنا كل الريزورج طبعولنا او كل المخزون اللي عنا ايه بالجسم اوتوماتيك مان بده يهبط السكري وهيدا بيخلينا اكيد نكون معنا نشاط شغلة كمانا اساسية اذا عم نحكي عن قبل الظهر هي المي المي هو من العناصر اللي ديما ننسيها منفكر انه نقصنا سكر يمكن نقصنا ملح عشان ضغطنا بس ما منفكر انه نحنا بحاجة لمي هي اساس كل شي هي اللي بتخلي العناصر الغذائية توصل على الخلايا من هوني كمانا كتير مهم انه ما ننسى ننظم بواجباتنا الخفيفة بين الواجبة والتانية نقمن كمية مي كيفية المهم انه بالهايدريشن طبعيتنا او وقت اللي نكون عم نفوت سوائل ما نفوت كتير سكر كمان لانه كترة السكر كمانا يمكن بتساعدنا باول مراحل انه نكون بيمكن نشاط جيد لانه نعم ناخد سكر ولكن هيدا بيأثر بعدين للنشاط بعد كم ساعة بيرجع بيصير فيه ممكن انه يصير فيه هبوط بمعدلات السكر بالجسم من هون اهمية المي يعني اليوم لما نحكي سوائل نركز على المي هو افضل شيء خلينا نبلش نعطي افكار هيك سريعة لا سناكس بيعطونا طاقة وكمانا بيعطونا فيتامينات نحنا دايما منفكر يمكن بالسعرات الحرارية خاصة اذا كنا عم ننتبه على وزننا بس لازم ما نفكر بس بالسعرات الحرارية لازم نفكر نحنا شو الفيتامينات شو العناصر اللي عم نعطيها ودايما بس نكون عم نفكر باكلنا منفكر بالفيتامينات منفكر بالألياف بالأحرى لازم نفكر بالفيتامينات لازم نفكر بالألياف والخضرة هي من المأكلات اللي we usually forget يعني يمكن ننتبه إذا عم ناخد بروتينز يمكن ننتبه إذا عم ناخد فويكي ولا لا بس مننسى إنه كمية الخضرة اللي منتناولها منا كيفية خلال النهار السناكس لازم يكونوا هني طريقة إنه نقدر نأمن هالفئة من المأكلات نحنا إذا عملنا مثلا قبل الظهر ما تروقنا حدرنا خضرة شو ما كانت الخضرة الطازة عم بحكي الخضرة النيه ما ضروري أن نضبخها مثلا الجزر الفليفلي الكرومب الأرنبيت الخيار دونك هولي كلهم خضرة فينا كتير سهل إنه ناخدهم معنا إن كنا بالشغل أو برات البيت مع لبنة يعني ما فيه أبسط من اللبنة اللي هي من مأكلاتنا التقليدية اللي بتعطينا بروتيين لأنه نحنا بحاجة للبروتيين إن كنا عم نعمل رياضة ولا لا إن كنا بالمكتب ولا لا فينا نخلطها مع نعنى مع زعتر بعرف كتير وصفات كمينا تلبق مع اللبنة كرميلة ساعة جسمنا بكمية اليلي ما بده كتير تحضير ما بده كتير تحضير هالنوع من السناك أخدنا فيتامينات أخدنا خضرة عطينا طاقة لجسمنا لأنه بالخضرة فيه كاربوهايدريتز الخضرة منى خالية من الكاربوهايدريتز وأكيد فيه أليف نحنا بحاجة إلى نوع تاني من الوجبات الخفيفة من أو السناك هي الحمص الحمص بتحيني مع خبز مع خضرة كمينا ممكن إنه هيدا إذا كنا قبل بنهار محضرين هالطبق هيدا فينا نحطه بتابر وير مع خبز أمحة كاملة فينا نزيد بنادورة دونك بيعطينا منو وجبة أساسية هلا أكيد الكمية هون شوي زيادة عن يمكن المعدل اللي ممكن إنه ناخده بحصة خفيفة اللي هي السناك ولكن تعطينا بروتيينات لأنه الحمص هو من البوكوليات اللي فيه بروتيينات تعطينا طحين اللي فيه كتير عناصر غذائية من المونونساتوريتد فاتس وبعض أنواع من الفيتامينات البي وكمان أكيد الخبز والأمحة الكاملة اللي بيعطونا أليف وبيخلونا معدل السكر يضلوا سيبت لفترة أطول ما بيعمل سبايكس مثل ما بيصير إذا أكلنا شوكولات وأكلنا بومبون يلي هون أنا بس بلا ما أعطعك فيه ناس بيفكروا أنه having energy يكون عندنا طاقة هي حدث معين بنهار مش هناك بروحوا للزبدك بياخدوا كتير كافي أو بياخدوا بري ووركاوتس بس هي منه حدث والواحد يكون عنده طاقة 24 ساعة لازم تكون طاقة موجودة فيه من خلال الأكل مظبوط هلا القهوة بتساعد بس كمان بنا ننتبه بالكمية 100% كمانا ما ننسى أنه في يمكن منتجات ممكن أنه تساعدنا مثل عم بحكي أنا هون الenergy bars وهولي بيعطونا يمكن كمية سعرات حرارية عالية بس فيه إشية كتير أبسط نممكن أنه نحن نقدر نلاقيها بالبيت من الإشية كمانا اللي كتير مهمة هي الفويكة المجففة الفويكة المجففة هلا بعرف فيه كتير شرك بلبنين عم بتعمل أبل تشيبس مع لبن دونك الأبل تشيبس هون عم نفوت أليف إذا شخص بحب يتناول وجبة سريعة فيها تعمتها سويت أكتر فينا نزد له قرفة مع اللبن اللي هو بروتين بيعطينا كالسيوم وغير عناصر غذائية فيها تكون هيدي وجبة خفيفة الأبل تشيبس ممكن أنه نشتريه نحطه ما بده بالراد وبنفس الوقت كمان اللبن إذا كان عنا بوستيبليتي أنه نخده معنا من البيت أو نحطه بالمكتب كمانا ممكن أنه يكون من المكونات الوجبة السريعة وكنت عم بيحكي عن الفويكة المجففة نحنا بلبنين عنا تين مجففة عنا كمان إشياء تقليدية بعرف أنه في كتير تعونيات عم بيشتغلوا على تصنيع هالأنواع من المأكلات لازم نشجعه نشجع أكيد الصناعة الوطنية لأنه الفويكة المجففة هي من مأكلات التقليدية عنا روعة مع يمكن لوز أو نوع تاني من المكسرات ننتبه بس على الكمية ونكون عم ناخد أكيد عناصر غذائية جيدة بنفس الوقت عم ناخد أليف وبروتينات دايما المكونات اللي بدنا ننتبه لها كوجبة خفيفة لازم تكون ملونة يعني لازم تكون فيها تنوع كرميل تتعطي مش بس يمكن لزي بالوجبة الخفيفة ولكن كمان بتعطي فيتامينات نحن بحاجة إلى تنضل طاقتنا بشكل سيبت ومستمر خلال النهار دونك هاي الوجبة الخفيفة بتساعدنا نوصل للوجبة الأساسية اللي كمانا ما لازم نقفها فينا كمانا بما إنه بعد هلأ موسم عنب عنب وجبنة للأشخاص هاللي بيحبوا هالخليط هيدا It's very simple snack ما بده كتير محل عم ناخد فويكة عم ناخد بنفس الوقت كالسيوم وبروتيين من الجبنة يمكن مش معوادين على هالخلطة ولكن فيها تكون هيدا من الوجبات الخفيفة اللي بتساعد كل شخص يضل بطاقة سابتة خلال النهار دونك هولي أفكار فينا نتبعها كرميل تنظلنا أمنين كمية كاربوهايدرات سكفية كمية بروتيينات لأنه نحن بحاجة للبروتيينات خلال النهار تساعد بعملية عدم الجوع لأنه البروتيينات بتساعد تمنع الجوع أهم شيء أنه نتجنب السكر البيسكوية الإشياء اللي فيها سكر سريع اللي يمكن بتساعدنا لفترة معينة ولكن بتخلينا ناخد سعرات حرارية إضافية بدون فيتامينز بدون عناصر غذائية مهمة وبتخلينا بعد يمكن نص ساعة أو ساعة نرجع نحس حالنا صح تعبينين نتالية أنا بدي أشكريك كمية المشاهدين أكيد بيشكرك يا هل المعلومات كتير حلوة شادي زين صار ليكمل نوتريشن ليك العالم التغذي المهم جدا شادي زين أنصات هلأ بيكملوا معنا ونحن مشاهدين اللي هنكمل معكم شكرا